إلى أكثر من ثمانمائة قتيل ارتفعت حصيلة عدد ضحايا أعصار ماثيو في هايتي وأضحى أكثر من ثلاثمائة وخمسين ألف شخص يحتاجون مساعدات ملحة بحسب الأمم المتحدة فقد وجه الصليب الأحمر الدولي نداء عاجلا بتقديم مساعدات طبية وصحية ويقول أحد ضحايا الأعصار اجتاح ماثيو كل شيء في طريقه بما في ذلك المنازل والآن نحن نختبئ في الملاجئ ولم يبقى لنا شيء لا أغراض شخصية ولا وثائق مهمة مثل شهادة الميلاد لقد فقدنا كل شيء ننام في الشوارع مع أطفالنا ولا أحد جاء ليساعدنا ويقول آخر ليس لدينا غذاء ولا مستشفى لتلقي الرعاية الصحية أدعوكم لزيارة المستشفى العمومي لأننا في حاجة إلى الأدوية والأطباء وكان جنوب هايتي تعرض للفيضانات وضربته رياح عنيفة فدمرت ألاف المنازل والبنى التحتية بينما البلاد ضعيفة جدا أمام الكوارث الطبيعية بسبب تقلص مساحة الغابة فيها